مزارع الشبع الحدودية مسرح مفتوح على كافة سيناريوهات التصعيد بين حزب الله لبناني وإسرائيل حيث نفذ حزب الله بحسب الرواية الإسرائيلية نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع الشبع أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العملية سخدمت عبر صاروخي كورنت استهدفا دبابة إسرائيلية التوتر الحالية عقب غارة جوية إسرائيلية في سوريا أدت إلى مقتل أحد قادة حزب الله الأسبوع الماضي في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين تنياهو قال إن بلاده أكدت مرارا بأنها لن تسمح لإيران بالتموضع عند حدودها في إشارة إلى حزب الله المتهم بأنه ذراع إيران في المنطقة هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط أيضا محاولة خلية إرهابية التسلل إلى إسرائيل مشيرا إلى أن الجيش تأكد مما أسماهم الإرهابيين فروا عائدين إلى لبنان حزب الله نفى الرواية برمتها ونشر الجيش الإسرائيلي بطاريات مضادة للصواريخ ومدافع على طول الحدود الشمالية مع لبنان وقال في بيان إن المدنيين قرب الحدود سيبقون في منازلهم كما تم إغلاق الطرق وطلب من السكان تجنب السفر غير ضروري هذا وتحتل إسرائيل مزارع شبع إبان حرب عام 1967 فيما يطالب لبنان بالسيادة عليها